أبو أحمد سلام عليكم سلام ورحمة الله مرحبا يا أبو أحمد الله يرحبك عفظ الله بخير وسهال كلهم بخير الله يبارج فيك قال عنك شكر تقدير لحاكم الشارجة الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم عضو حاكم الشارجة اليوم صراحة قريت ميسج يعني صراحة شل وزاح الهم عني شو قريت؟ قريت ميسج شو يعني ميسج؟ ميسج يعني من دائرة الإسكان شو يعني ميسج؟ رسالة رسالة نصية قصيرة نعم قرأت الرسالة هذه وزالت الهم عنك الرسالة هذه عني تقراها أنا لو سمحت عزيزي المستفيد تود دائرة الإسكان تهنيكم بالاعتماد المجلس التنفيذي لتحويل قرار الدعم السكني الخاص بكم من قرض إلى منحة نفيدكم لتوجيهات السامية لصاحب السموم حاكم الشارج حفظ الله وراء والله العظيم يا براشد إنه من قرأت المسج فرحت كنت هم التزامات عياني التزامات البناء البيت ممخلص التزامات البنك وتحسب كم بيخصمون عني وكم بيتم لي وكم هذا 4200 طالبين علي كل شهر كم كم 4200 4200 شف زح عني وهل 4200 حين عيالك بيستفيدوا منها نعم شف الحاكم شو اللي يفكر فيه لنا نحن يزاه الله خير يزاه الله خير بيض الله ويها والله العظيم لو نشكره من اليوم لين هايس من أعمارنا نحن من اليوم نحن في الدنيا والله العظيم ما بدينها له ما بدينها له زاك فراحة يعني شوفوا الليل يصبح ويمسي لنا نحن البارحة اعتمد حق الشغول واعتمد لنا نحن وترفيعات شو ما نسوي لنا نحن والله النزاح الهم عنها والله أني فرحت والله أني عندي بماية في المستجمع من أومة واتصارت بها وقتلة بماية أبشرتش الحاكم اعتمد لي حولني منها قلت الحمد لله الله أكبر والله أنك إذا رمزت قالت بماية طح طحة يوم قتلة فرحت قلت الحمد لله طح الهم من راسك ما رفعت يديها ودعت الله صحانه وتعالى لأنه فراش يوم توي عملية في المستشفى ما شفتها والله أنه يوم تصارت بما يوم بلغتها والله فرحت دعت الله ملك الحمد الحمد لله يعني هذا الشيء نحن نشكر الحاكم ونشكر رئيس دائرة لسكان خليفة طنيجي ما قصر لأنه بعد مجهود طيب هو وصل للأوراق ولازم نشكره هو الموظفين يزاهم الله ونشكر ونشكر كم كلكم على هالنجاز اللي شفناه نحن وصراحة واتمنى الأخوان يشوفون هالأمور ويتابعون أنه اليوم الحاكم يالس يسموين لنا شيء ولازم يذكرون هالشيء طب الله هو والحمد لله يزاك الله خير يا أبو أحمد والله يوفتك إن شاء الله ويسهلك أمورك كلها يا بذن الله الله لينها الحين أنا أكلمك أنا أكلمك وما بعارف شو أقول أنا أبا أقولك يا أبو أحمد أنا أتمنى لك إن شاء الله الله يتمم لك الفرحة على خير ويخلص بيتك إن شاء الله وتوصل الكهرباء وتسكن إن شاء الله بإذن الله وتستانس وترفع يديك وعيالهم يرفعون يديهم ويدعون لصاحب السمو حاكم الشارجة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد آمين يا رب أبو أسوجس يا رب أن هذا الشخص يدوم لنا نحن ونشوف أدوم هم التانس وفرحان للشعب اللهم لك الحمد إزاك الله خير مشكور مشكور يا أبو أحمد الله يوفجك يا أخي موفج إن شاء الله يا أخي إزاك الله خير بارك الله فيك أخواني ترى هذه الفرحة قد لا يشعر فيها الجميع لكن والله حينما يتحدث فيها صاحبها فهو يشعر بشعور لا يستطيع أن يعبر بكلمات تصف هذا الشعور لا يمكن مهما أوتي بلاغة أن يعبر بكلمات تصف هذا الشعور الذي يخالج نفسه في هذه اللحظة تخيلوا كان بيدفع كم قال 4600 4200 كان بيدفع شهريا 4200 والحيل 4200 هذه بتم حقه وحق عياله فشوف كم من الفرحة يدخلها ولي الأمر وصاحب القرار باتخاذ مثل هذا القرار ما بالله كذا لو كان يدفع الأربعة آلاف وميتين بيتوقف دفعهم الحين واللي دفعه بيرجع له بعد يعني أنا شفت حالي يطلع قرار يقول أنه والله ترى خلاص أنتوا معفايين من الدفع شفت حالي يطلع قرار يقول أن اللي رات بهالكثر ترى خلاص ما يدفع لكن أني يطلع قرار بأثر رجعي اللي دفعته بيرجع لك إياه وهذا مبلبس فرسكان حتى في المنح الدراسية إذا دفعت قبل المنح الدراسي وحصلت منحة اللي دفعته يرجع لك من حكومة الشارج ترجع لك اللي دفعته إذا دفعته قبله وخلاص شليت من حسابي يعني لا بيرجع لك شفتوا شي قايل فمثل ما قال بو أحمد هذه نعمة يحتاج أننا نشعر بقيمة هذه النعمة والنعم زواله إذا ما حافظنا عليها هذه النعم تحتاج محافظة تحتاج شكر الله سبحانه وتعالى ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله نسر الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين ترجمة نانسي قنقر